تظاهر العشرة من أبناء العشائر في محافظة الديوانية أمام مديرية تربية الديوانية للمطالبة بالكشف عن ملابسات حادثة مقتل المتظاهر الشاب عباس الفحام الموسوي الذي قضى غرقا بنهر الديوانية في تظاهرات الخريجين الجدد أمام مديرية تربية الديوانية فهال الديوانية الكرام من أمام مديرية تربية الديوانية لناشد السيد رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي بأقصى العقوبات جراء الدم الشهيد السيد عباس الشجيري الموسوي وذلك بعد محاصرته من قوات الشغب والقوات الأمنية ومطاردته عبره ثلاث جسور وثم إغراقه بالشط ولم ينقذه أحد أنا أطالب أشكر للقضاء والقضاء سيحنا قمنا دعوة وأنا أطالب لقاء مع الكاظمي شخصية ماضية بطرق القانونة ولأنا وقفة احتجاجية إن لم تأخذ إجراءات قانونية وأني أطالب سيد الكاظمي من لا تسوي شغلة ابني ودم ابني وروح حذر من قبل الأحزاب الفاسدة ونطالب من رئيس معكمة الديوانية ونطالب من رئيس معكمة المحكمة الاتحادية فاق زيدان أن ينزل أقصى العقوبات بحق كل من الجنات